قطر كانت حاضرة بقوة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة الصحفيون يسألون عن إمكانية استئناف العلاقات في حال تسوية الأزمة في الخليج البيان اللي أصدرت وزارة الخارجية واللي تضمن قطع العلاقات مع قطر أنه ساق أسبابا لقطع هذه العلاقات وهذه الأسباب هي نفس الأسباب اللي ساقتها الدول العربية اللي قطعت معها العلاقات وإذا كان هذا هو موقف الحكومة الموريتانية فإن التضامن الشعبي مع قطر أخذ طابعا عفويا ومستمرا وجاء نثرا وشعرا يا دوحة العز حضن الأم للعربي وقد أوحى للشاعر محمد الحافظ النحمد بقصيدتين تنتقدان ما فعله الأشقاء بقطر أحبتنا الغرى الأكارم في قطر تألب أهليكم عليكم من البطر هم غمطوا منكم حميد خصالكم تكاد قلوب الأهل من ذاك تنفطر فاعرج على الأهلين في قطر العلا وإن كلت العيس النجائب فلتطر ومع قرار إغلاق سفارة قطر في نواكشوت وجدت الدوحة في موريتانيين كثر سفراء لها محمد المختار اختار تزيين بيته بعلم قطر في إشارة رمزية لرفضه الحصارة المفروض عليها نعبر بطريقة التي أرى أن أعلم قطر على داري نمتضامن مع قطر هذا الشقيق قطر لأنها دولة إسلامية عربية نعرف فيها عياسهم الخير وتبقى مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا لمؤازرة قطر في محنتها وقد حظي وسم متضامنون مع قطر بقدر كبير من التفاعل ومع استمرار الأزمة في الخليج يحرص طيف هام من الشعب الموريتاني على النأي بنفسه عن قرار الحكومة قطع علاقاتها مع قطر الذي يقول إنه لا يمثله زينا بمتلا بيالجازيرا نوأكشو